السلام عليكم هنعمله بدون أي تعقيدات وكمان هنقول أسرار الكحك اللي ما تخلهوش يبوز منك أبدا الطريقة دي الكحك بيكون فيها دايب وفي نفس الوقت بيكون متماسك وهنشوف إزاي نشكله بطريقة جميلة جدا وبكذا شكله باستخدام المنقاش فقط من النهاردة متخفوش الكحك مش هيفشل منك أبدا حتى لو الديق بتاعك مش كويس لو يعني الديق بيطرد السمنة أو بيشربها هنشوف إزاي نصلح العجينة مع بعض والكحك مش هيفشل منك أبدا أتمنى بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة أول حاجة خالص هنجهز الحشوات ليه إحنا بنجهز الحشوات الأول لأن عجينة الكحك ما بترتحش مجرد ما بنعجن الكحك بنبدأ في تشكيله على طول هنتكلم الأول عن العجوة العجوة الأول لازم تيجي من مكان مضمون وجودتها تكون عالية ما ينفعش خالص إننا نجيب العجوة الشعبي اللي بتتباع عند العطارات لأنها بتكون وحشة جدا بتكون بتقرش تحت السنان وممكن ترمي الكحك بسببها بعد ما تكون مكلفة وطبعا كلنا عارفين إن سعر الخماد غالي جدا وكمان سعرها ما بيفرقش كتير العجوة اللي بتيجي من عند العطار بتكون 200 جرام بحوالي 13 جنيه لو حسبتيها هتلاقيها نفس سعر الكيلو اللي بتباع معلب أو مغلف بالشكل ده الأول هنعمل حشوة المكسرات بالعجوة بنجيب قطعة من العجوة ونحطها في طبق وبنضيف عليها شوية مكسرات أي مكسرات موجودة عندك ومعاهم شوية من جوز الهند أنا بعجن العجوة مع المكسرات عشان الحشوة ما تتحط في الكحكاية تكون متماسكة بعد كده بعجن العجوة دي مع المكسرات دي بعجنهم بإيدي كويس جدا مع بعض ودي كده أول حشوة تاني حشوة هي مشابهة لدي تماما بس بالملبن يعني مكسرات بالملبن برضو بنعجنها بنفس الطريقة نعجنها كويس جدا نعجن الملبن مع المكسرات كويس جدا بعد كده نتقور الحشوة دي لكور صغيرة حجم الكورة حوالي يعني قد مثلا المعلقة الصغيرة بتاعت السكر وبرضو هنقور حشوة العجوة مع المكسرات كده خلاص دي حشوة العجوة مع المكسرات جهزة والملبن مع المكسرات جهزة ومعايا كمان حشوتين وهم الملبن السادة والعجوة السادة أنا ما بضفش للملبن ولا للعجوة أي إضافات خالص ما بضفش ليها ولا سمنة ولا زبدة كده بتكون خفيفة لأنها بالسمنة والزبدة بتكون تقيلة جدا فكده طعمها أحلى وأحسن بكتير دلوقتي هنشوف إزاي نعمل عجينة الكحك دي المكونات اللي استخدمتها معايا 2 كيلو من الديق الديق ده نوع حبوبة أنا استخدمت الضحة قبل كده وكان حلو جدا وبرضو حبوبة عملت به السنة اللي فاتت وكانت المعجنات بتاعت العيد جميلة جدا وهستخدم الاتنين كيلو دقيق كيس من الخميرة الخميرة دي 12 جرام وكمان معايا نص كباية من السكر البودرة الكباية دي اللي هو مج الشاي العادي وكمان معايا 12 جرام من البيكنج بودر أو معلقة صغيرة من معالق السكر وكمان معايا 4 معالق كبار من السمسم دي المعلقة اللي أنا استخدمتها معلقة الطعام العادية خالص وكمان معايا معلقتين من طوابل الكحك أو معلقتين من ريحة الكحك وبرضو المعلقة اللي أنا استخدمتها معلقة الأكل العادية ومعانا كمان رشة من الملح رشة بسيطة جدا و3 فصوص من الحبهان أو من الهيل أنا فتحاهم عشان أم حطهم مع السمنة السمنة تاخد من الريحة بتاعتهم ومعانا كمان كيلو من السمنة السمنة دي نص كيلو نباتي ونص كيلو طبيعي بس السمنة الطبيعي اللي أنا استخدمته مش سمنة بلدي يعني مش البلدي بتاعنا البقري والجمسي لأ سمنة طبيعي اللي هو المعلب اللي بنشتريه معلب زي السمنة النباتي كده وما ينفعش خالص ان احنا نستخدم السمنة البلدي بتاعتنا اللي هي الفلاحي لأن بيكون فيها مجموعة من السويل والكحك مش لازم يكون فيه اي سوايل نهائي دلوقتي هننزل 3 فصوص حبهان المفتوحين في السمنة دي ونحطها على البتجاز هنحطها على عين البتجاز الصغيرة ونسيبها تقدح او تسخن كويس دلوقتي هنفضي الديق في طبق كبير الديق ده انا ما نخلتوش لانه اكياس لو الديق سايب لازم تنخلوه لان الديق السايب بيكون فيه شويب بعد كده هنضيف على الديق بقى المكونات اول حاجة هنضيف ريحة الكحك وكمان هنضيف السمسم السمسم ده محمص وكمان هنضيف السكر البدرة وكمان رشة الملح وكمان هنضيف البيكنج بودر واخر اضافة خالص هي الخميرة الفورية بعد كده هقلب المكونات دي مع بعض كويس جدا واعمل زي حفرة كده في نص الديق عشان ما انزل بالسمنة في الديق السمنة تنزل لتحت وتوصل للديق اللي تحت دلوقتي هنشوف السمنة اذا كانت ادحت كويس ولا لا هنجيب كده رشة من الديق او شوية من الديق صغيرين جدا وننزلهم كده في السمنة لو الديق طعش بالطريقة دي او استوى كده بتكون كده السمنة ادحت او سخنت كويس جدا بيكون كده شبه البطاطس ما بننزلها في الزيت السخن لو الديق ما عملش كده يبقى السمنة كده لسه ما بحتش نسيبها تقدح كويس ومباشرة ننزل السمنة على الديق على طول هي كده السمنة نزلت على الديق وسوته السمنة السخنة ما بتنزل على الديق بتسويه بعد كده بمعلقة خشب او بمعلقة جمدة نقلبه مع السمنة كويس جدا هنفضل نقلب في الديق لما اللون الابيض ده بتاع الديق يتغير خالص ويكون لونه اصفر يعني لازم كل الديق يوصل للسمنة او يتغلف بالسمنة طبعا العجينة بتكون سخنة جدا ما ينفعش اننا نمد ادينا فيها او نعجنها بادينا خالص دلوقتي بعد كده بنجيب فوطة ونغطي بيها العجينة دي ونسيبها حوالي تلت ساعة تهدى شوية عشان نعرف نمد ادينا فيها ونبسها بس طبعا ما ينفعش تكون بردة لا بتكون سخنة بس يا دوب بس نقدر نمد ادينا جواها دلوقتي هنبس العجينة هناخد كده كطعة من العجينة وندخلها بين ادينا لاتنين ونبسها كده او نفرقها بادينا بالشكل ده لازم تكون نعمة جدا ولازم نفرق كل كمية العجينة والبس الكويس من اسباب نجاح الكعك طبعا العجينة سخنة بس لازم تتبس وهي سخنة ولازم نبسها كويس جدا وممكن كمان اننا نجيب معلقة سيليكون ونهرس بيها العجينة زي كده كأننا بنهرس بطاطس او بنطحن بطاطس كده نهرسها كده بالمعلقة السيليكون لان العجينة طبعا سخنة جدا فنعملها كده شوية بالمعلقة بعد كده نكمل بادينا وطبعا وانت بتهرس العجينة او وانت بتبس العجينة بتلاقي فصوص الحبهان اللي حطناها في السمنة بتشيليها من العجينة على طول لازم كل العجينة تتبس او تتهرس بالشكل ده لحد ما تكون نعمة جدا كده خلاص انا بسات كل العجينة شايفين العجينة نعمة جدا ازاي بس مش متأمسكة عشان كده هنضيف لها لبن وممكن كمان نضيف عليها ميا هنضيف عليها اللبن بالتدريج اللبن ده يدوب ودافي كمية اللبن مش محددة يعني مش مقدار معين مقدار اللبن او كمية اللبن بتكون حسب نوع الدقيق اللي استخدمتي بنضيف اللبن ونقلب بأدينة بشكل دوران كده او بنلف العجينة كده بأدينة يعني ما بنعجنهاش لا بنلف بأدينة دايرة بالشكل ده وهكذا لحد ما العجينة تلم معاكم انا العجينة اخدت مني 3 كبيات من مج الشاي ده ممكن معاك يتاخد اكتر او اقال حسب نوع الدقيق اللي استخدمتيه وممكن كمان نستخدم المياه لو الكحك هيفضل معانا مدة طويلة يعني لو عامل كمية كبيرة وهتفضل مثلا معاك شهر او شهرين بعد العيد استخدمي المياه المياه ما بتخليش الكحك يفسد بسرعة بس اللبن لازم تستخدمي الكحك على طول لانه ممكن يعفن منك لو تساب مدة طويلة هنفضل نعجن في العجينة بالشكل ده دوران بالشكل ده ونحاول نجيب العجينة من تحت كل شوية عشان اللبن ما يترسبش تحت في الطبق انا كده خلصت اللبن كله اخدت مني 3 كبيات زي ما قلتلكو كاملين ازاي نعرف ان اللبن كده كافية اللمعة بتاعة السمنة بتخف شوية يعني ما بتكونش العجينة بتلمع جامل دلوقتي هنشوف ازاي نعرف ازا كانت العجينة تمسكت ولا لا يعني كمية السائل اللي حطناها مناسبة ولا لا هناخد قطع من العجين ونكورها كده بادينا شايفين العجينة طرية ازاي وما بتشققش خالص كده العجينة نجحة 100% دلوقتي هنغطي العجينة ونبدأ في التشكيل لازم العجينة تتغطى عشان ما تنشفش ممكن نشكل العجينة بكذا شكل فيه اشكال كتير جدا ممكن تستخدموا المنقاش العادي اللي زي ده وممكن النقاشة دي برضو بيكون شكلها حلوي جدا وسهلة كمان بتكوري بس العجينة وتضغطي عليها كده وتكون خلاص ترسمت هنشوف ازاي نختار المنقاش اللي ننقش به الكحك وازاي نشتريه لازم تسنون المنقاش تكون قصاد بعض بالشكل ده ونفس المقاس يعني ما ينفعش سن يكون طويل وسن يكون قصير والمنقش دي بتتباع في السوق او عند بتوع الادوات المنزلية دلوقتي هنجيب كطعة من العجينة كطعة العجينة دي انا استهى يعني عشان يكون الكحك قضي بعضه استهى بمعلقة الطعام العادي بنعجن العجينة كده بادينا بالشكل ده بعد كده بنكورها على شكل كورة ونضغط عليها بصبعنا او نعمل فيها فتحة بالشكل ده عشان نحط فيها الحشوة بعد كده ندخل الحشوة فيها كده ونلم العجينة على الحشوة بالشكل ده ونكورها لكورة مرة تانية بس ما نضغطش عليها جامد عشان الحشوة ما تخرجش منها ونبطط الكورة شوية بادينا بالشكل ده ونسويها كده من الاطراف بعد كده نبدأ في تشكيل الكحكاية اول شكل هنعمل كده بالمنقاش بالشكل ده خطوط كده بالشكل ده بالراحة خالص ما تضغطيش على المنقاش جامد بعد كده هنعمل نفس الخطوط الناحية التانية بس هننزل بالمنقاش شوية يعني المنقاش يكون ميل شوية وكمان الناحية التانية من الكحكاية هنميل المنقاش ونعمل نفس الخطوط بالشكل ده بعد كده في جوانب الكحكاية هنعمل خطوط كده صغيرة ببوز المنقاش كده الطريقة سهلة جدا ومتاخدش اي وقت خالص شايفين شكلها حلو جدا ازاي وبالذات ما عملنا الجوانب بتاعتها ودي كده اول رسمة هنشوف الرسمة التانية بنفس الطريقة هنيجي النص الكحكاية ونعمل ثلاث خطوط بالمنقاش بالشكل ده بعد كده بالطول هنعمل ثلاث خطوط كمان يعني خطوط بالطول وخطوط بالعرض وكمان كده ثلاث خطوط بعد كده اصاد الخطوط اللي بالعرض نعمل ثلاث خطوط بالطول واصاد الخطوط اللي بالطول نعمل ثلاث خطوط بالعرض وهنجي للأركان دي ونعمل برضو فيها خطوط بس طبعا بتكون خطوط صغيرة مش كبيرة زي التانية نعملها ببوز المنقاش بالشكل ده الرسمة دي كمان سهلة جدا وكمان شكلها حلو جدا وبرضو نعمل جوانب الكحكاية بالشكل ده ببوز المنقاش الجوانب دي اللي بتظهر الرسمة بتاعت الكحكاية شايفين برضو شكلها حلو جدا ازاي تالت رسمة بنفس الطريقة نقور العجينة ونسويها بنفس الطريقة بعد كده نجيب المنقاش وهنعمل خط كده بالمنقاش في نص الكحكاية وكمان خط كمان وهنلف كده الكحكاية بادينا ونعمل خط تحت ونلفها كمان نعمل كمان خط بعد كده في الاركان دي نعمل زي تمانية كده بالعربي وخط في النص كمان تمانية وخط في النص كمان الربع ده تمانية والشكل ده وخط في النص وكمان تمانية وخط كمان في النص شايفين برضو شكلها حلو جدا وطريقتها سهلة جدا وكمان شكل نعمل كده خط بالطول وخط كده بالعرض تحت وخط فوق بالشكل ده نفس الطريقة وتمانية تمانيات كده وفي النص وكمان تمانية وخط في النص وهنا كمان تمانية وخط في النص دي زي اللي فاتت بس يعني ايه اه رأة شوية او الخطوط خفيفة شوية وفي جوانب الكحكاية برضو خطوط صغيرة ببوز المنقاش وبس كده ودي رسمة كمان بالمنقاش في نص الكحكاية بنعمل خطوط كده بعد كده بننزل المنقاش بزاوية ونعمل خطوط كده وعكسها سبعات وتمانيات زي سبعات وتمانيات بالعربي بالشكل ده وبردو بجوانب الكحكاية او في جوانب الكحكاية ببوز المنقاش بنعمل خطوط صغيرة بالشكل ده ودي كمان رسمة هنعمل كده خط في النص ونيجي عن ناحية اليمين نميل المنقاش شوية ونعمل بيه خطوط بالشكل ده ونعمل عكسها الناحية التانية زي ورقة الشجر بالزبط وطبعا الجزء ده فاضي هنعمل فيه خطوط كده بالشكل ده عكس الخطوط التانية والناحية التانية كمان يعني سبعات وتمانيات برضو في جوانب الكحكاية في الأجزاء اللي مش معمول فيها خطوط نعمل فيها خطوط صغيرة ببوز المنقاش وده شكل تاني خالص هنعمله زي ورقة الشجر هنجيب كطع كطعة العجين وندخل فيها الحشوة ونعملها كده بأيدينا بالطول بالشكل ده زي سبع الكفتة بس صغير وندغط كده عليها بأيدينا ونعمل لها بوزة من فوق وبوزة من تحت بميلان بالشكل ده نعملها شبه الموزة أو ورقة الشجر بالشكل ده وبالمنقاش في نصها بالطول نعمل خط كده بعد كده في الناحية اليمين نعمل خطوط بالعرض ميلة شوية بالشكل ده وبنفس الطريقة نعمل خطوط الناحية التانية بالشكل ده بنفس الميلان اللي عملناه في الناحية اليمين بعد كده بنرص الكحك في الصاج بدون ما ندهن الصاج أي حاجة خالص الكحك لازم نسخن ليه الفرن قبل ما ندخلوا فيه بربع ساعة يعني لازم الفرن يكون سخن بنسوي الفرن على درجة حرارة 200 لمدة تلت ساعة أو لحد ما ياخد لون أحمر من تحت بعد كده بنشغل ليه الشوية عشان الوش بتاعه يحمر شوية بس ما بيحمرش كتير يا دوب بس ياخد لون بسيط بعد كده بنخرجه من الفرن ونسيبه يبرد شوية قبل ما نشينه من الصاج شايفين لونه حلو جدا من تحت ومن فوق ازاي الكحك لازم سخن بس متماسك ما بيتهريش مني شايفين اللون بتاع الكحك حلو جدا ازاي وكمان الكحك متماسك ما بيتهريش بسرعة مع انه مجرد ما تضغطي عليه بأيديكي بيدوب خالص في ايدك وكمان الرسومات بتاعة الكحك او نقشة الكحك مراحتش خالص ولا اختفت خالص مجرد بس ما تلمسي او تدوسي عليه شوية تلاقيه داب في ايدك خالص مع انه متماسك جدا في نفس الوقت عند التقديم بقى ممكن ترشي عليه سكر بودرة وممكن لا بس السكر البودرة ما بيتراشش على الكحك كله لأ بيتراش عليه عند التقديم فقط ريحة الكحك جميلة جدا وكمان الكحكية بتضوب خالص اتمنى طريقة تتعجبكم وتجربوا الكحك من النهاردة بالطريقة دي صدقوني مش هتندموا ابدا حاوزة كمان اقولك لو انتي مثلا جبت دقيق والدقيق ده طرد السمنة تعملي ايه؟ في الحالة دي هتزودي نص كباية من الدقيق ولو احتاجت كمان شوية لبن تزودي شوية لبن صغيرين لحد ما لمعت العجينة تخف شوية وكمان تقدري تشكل العجينة طيب لو ادي بتاعك شرب السمنة هتعملي ايه؟ هتزودي كمان معلقتين من السمنة وتقلبي العجينة او تعجنيها مرة تانية طيب لو انتي عجنت العجينة مثلا وجيتي تشكلها او في اسنق تشكلها لقيت العجينة بعد شوية نشفت منك تعملي ايه؟ في الحالة دي هتزودي شوية لبن صغيرين وترجعي تعجني العجينة تاني وطبعا لازم العجينة تكون متغطية وطبعا لو هتشكلي الكحك مرة واحدة لازم الكحك يتغطى لحد ما يتسوي عشان الكحك ما ينشفش وما يشققش اتمنى تشوفوا فيديو الغريبة وتشوفوا طريقتي في عمايل الغريبة طريقتها هتعجبكم جدا وكمان طعمها جميل جدا وكل عام انتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته